اشتركوا في القناة وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام تمر حاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع عشر من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام بن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الرابع من شهر رجبين الحرام سنة ألف وأربعمائة وأربع وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نجمع بين بركة هذا المكان في رحاب بيت الله الحرام وشرف هذه الليلة المباركة الكريمة ليلة الجمعة وشرف المجلس هذا العاطر بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجين من رحمات ربنا وبركاته وعفوه ومغفرته بل ومن صلاته جل جلاله علينا بقدر ما نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم على حد وعده الكريم عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر وما كمحمد خلقا وخلقا أطل فكان إشراق الحياة عليه صلاة ربي ما أعادت شفاه الكون حي على الصلاة فاستغفروا في مجلسكم هذا من صلاتكم وسلامكم على نبي الهدى ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي أوجز فيه المصنف رحمه الله في جمل مختصرة أحداث السيرة في عهد مكة ونبينا صلى الله عليه وسلم يبحث عن مجيب لدعوته مستجيب لرسالته وتوقف بنا منتهى المجلس عند ذكر حادثة الإسراء والمعراج المعدودة في أعظم معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله ثم أسري بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى فوق السماوات إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح الأقوال وقيل كان ذلك منامى وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا منامى وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء منامى وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة منامى وقيل بل أسري به ثلاث مرات وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية وسوء حفظه لحديث الإسراء وقيل إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام والله أعلم هذا منتهى حديثنا ليلة الجمعة الماضية في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الوعد منتهى ليلة الجمعة الماضية النسوق طرفا من الأحاديث الكثيرة التي وردت بشأن قصة الإسراء والمعراج وقد عدها بعض أهل العلم من السنة المتواترة إذ رواها أكثر من عشرين صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هنا نسوق بعض روايات الصحيحين من ذلك ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن أبي ذر لأن أنس رضي الله عنه من الصحابة الأنصار بالمدينة ولم يدرك حادثة الإسراء ولم يشهدها لكنه يرويها عن بعض الصحابة الذين أدركوها أو شهدوها فالصحيح من رواية أنس أنه يرويها عن كل من أبي ذر رضي الله عنه ومالك بن صعصعة رضي الله عنه فأما روايته عن أبي ذر قال رضي الله عنه كان أبو ذر محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فورج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتدئ حكمة وإيمان فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال جبريل عليه السلام قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى أسودة يعني سواد يدل على جمع كثير وخلق عظيم قال فإذا نظر إلى قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فقلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه قال فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم قال ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة يقصد أنه في الرواية هذه لم يضبط الراوي ترتيب الأنبياء عليهم السلام في لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في السماوات قال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم عليه السلام قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى وهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق قال فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون يعني خمس في العدد خمسون في الأجر والثواب لا يبدل القول لدي قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي قال ثم انطلق بي حتى انتهبي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك هذه رواية البخاري رحمه الله من حديث أنس عن أبي ذر أما رواية أنس عن مارك بن صعصعة فإنها أيضا في الصحيحين وفيها قال عليه الصلاة والسلام بين أنا عند البيت بين النائم واليقضان وسمعت قبل قليل في رواية أبي ذر قال وأنا في بيتي بينما أنا نائم في بيتي إذ فرج سقف فنزل الملك قال في هذه الرواية بين أنا نائم عند البيت بين النائم واليقضان وذكر رجلا بين الرجلين قال فأتيت بتصد من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق قال فانطلقت مع جبريل حتى أتين السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل فأرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء ثم ذكر السماوات أيضا وما مر فيها من الأنبياء الكرام عليه السلام وذكر في هذه الرواية أسماء الأنبياء في كل سماء وذكر قصة فرض الصلوات قال ورفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها يعني في أصل شجرة سدرة المنتهى أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم ذكر فريضة الصلوات وقصة تخفيفها وأما رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فرضته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن قال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم ذكر قصة المعراج إلى السماوات السبع وما حصل فيها أيضا من لقي الأنبياء الكرام عليه السلام وما حصل له من المشاهد العظام في تلك الرحلة العجيبة والمعجزة الفريدة قول المصنف رحمه الله تعالى وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق اختلف أيها الكرام في تأريخ حادثة الإسراء والمعراج وقد اختلف أهل العلم فيها اختلافا بينا وأما قصتها فلا خلاف في وقوعها إنما الخلاف في وقت وقوع هذه القصة العظيمة حادثة الإسراء والمعراج وأنه أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة على الصحيح كما سمعتم في الروايات وهو المقصود أيضا بما جاء في عدد منها ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله بحادثة الإسراء والمعراج كان ذلك قبل الهجرة بسنة كما قاله ابن سعد في الطبقات وبه جزم النووي وحكى ابن حزمن الإجماع على ذلك لكن هذا معناه أنه لم تفرض الصلاة إلا قبل الهجرة بثلاث سنوات فقط وهذا القول لم يتفق عليه العلماء والإجماع الذي حكاه ابن حزمن رحمه الله فيه اختلاف كثير بل عد بعض أهل العلم الأقوال في تحديد تاريخ ليلة الإسراء نحو عشرة أقوال لم يتفق أهل العلم على شيء منها قيل كان في رجب وحكى هذا الإمام بن عبد البر وجزم به النووي وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين حكاه ابن الأثير أما الإسراء والمعراج فقيل إنه كان بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وهذا محل اتفاق إنما الاختلاف في أي سنة فإذا حدتت السنة على القول الراجح أنه قبل الهجرة بثلاث سنين فإنها في السنة العاشرة من البعثة أو بعدها لكنه لم يقع اتفاق على تحديد الشهر فقيل في ربيع الأول وقيل في رجب وقيل في غير ذلك ففي الشهر ذاته أيضاً اختلفوا في اليوم ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولم يقع الاتفاق على تحديد في الحادثة الإسراء على تحديد يومها ولا عشرها ولا شهرها فهذا الاتفاق على حدوث الحادثة والاختلاف في تاريخها يعني عدم صحة الجزم بقول أن يقول قائل إن حادثة الإسراء كانت ليلة السابع والعشرين من الرجب تحديداً كما يعتقده كثير من الناس ثم يربطون بذلك الاعتقاد بعض الأمور التي ترتبط بها ولا يصح لذلك أثر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وها نحن قد غشينا شهر رجب الحرام لكن حادثة الإسراء على اختلاف العلماء في تحديد شهرها تجعلنا لا نستطيع الجزم بأن نقول إنها كانت في رجب ولئن قلنا إنها في رجب على الراجح من الأقوال فأيضاً لا نستطيع الجزم هل كان في الثاني عشر من شهر رجب أو في منتصفه أو في السابع والعشرين أقوال متعددة لأهل العلم في تحديدها ثم إن ترجح عندنا أن حادثة الإسراء كانت ليلة السابع والعشرين فلا يصح تخصيص تلك الليلة بعمرة فيه مثلاً أو تخصيص تلك الليلة بقيام من بين سائر الليالي فلا يقوم شيئاً إلا في تلك الليلة لأن ثبوت حادثة الإسراء في تاريخ إن تحدد فإنه لا يترتب عليه تخصيصها بعبادة وشيء من القرى لألا يقع المسلم فيما لم يشرع له عبادة الله عز وجل فيه هذه الحوادث قال فيه المصنف رحمه الله تعالى على أقوال كيل ذلك كان مناماً وقيل لا يقال مناماً ولا يقضى وقيل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات وكل ذلك أقوال مرجوحة أراد بها العلماء الجمع بين الروايات التي جاءت في شأن حادثة الإسراء والمعراج وهي على تعددها وقع فيها ما وقع قال المصنف رحمه الله وأما ما وقع في حديث شريك أن الإسراء كان قبل البعثة فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية شريك بن عبد الله أحد رواة أحاديث قصة الإسراء والمعراج وروايته التي رواها رحمه الله تعالى أخرجها مسلم في الصحيح قال ابن كثير وهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد الله اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه وقال الذهبي وهذا من غريب أحاديث صحيح مسلم بسبب ما وقع في رواية الشريك من الأوهام والأغلاط في حكايته قال المصنف هنا هي ثمانية أغلاط وقع فيها شريك في روايته لحديثة الإسراء وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فإنه أحصى الأخطاء التي وقع فيها أو وهم فيها الراوي شريك بن عبد الله فبلغ بها اثني عشر خطأ في رواية الحديث منها على سبيل المثال أمكنت الأنبياء عليه السلام في السماوات فإنه لم يضبط ذلك ووافقه الزهر في بعض ما ذكره في عدم ضبطه تحديد الأنبياء في السماوات التي لقيهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وهمه أيضا قوله إن المعراج كان قبل البعثة وسمعت الجواب قد المقصود بالبعثة أو الوحي مبدأ النبوة وليس بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا من أوهامه أن الإسراء وقع مناما وأنه رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام ومن أخطائه أنه أخطأ في ذحديد محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله والمشهور الذي عليه باقي الروايات أن سدرة المنتهى في السماء السابعة أو في السادسة الخامس أنه خالف في ذكر النهرين النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى ومن أخطائه لما ذكر حادثة شق الصدر عند الإسراء ووافقته رواية غيره أما في رواية أنس عن مالك بن صعصع وقد سمعت ذلك السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا والمشهور في الأحاديث أنه في الجنة لا في السماوات السبع وأيضا من أوهامه رحمه الله تعالى تصريحه بأن امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من الرجوع إلى الله عز وجل لسؤال التخفيف في الصلوات الخمس كان عند الخامسة وفي حديث أنس كان في المرة التاسعة بما تردد بين موسى عليه السلام وبين رب العزة والجلال وباقي الأمور التي ذكرت في أوهامه فهذا الذي أشار إليه المصنف قال فهذا مما عد من أغلاط شريك وسوء حفظه لحادثة الإسراء حادثة الإسراء أيها المباركون كما علمتم جاءت بعد أحداث عظام عصفت بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها مضي عشر سنوات من بعثته وهو يدعو وقريش لا تزداد إلا صدودا وإعرابا ونحن بشر فإذا وجد أحدنا الصدود والإعراب مرة واثنتين وخمسا وعشرين ومئة وألفا يصيب قلبه من الأسى والوهن والألم والحزن شيء عظيم فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي ظل يدعو ويمتث الأمر الله وهو يرى أصحابه يسامون سوء العذاب أن آمنوا به واستجابوا لدعوته فجاءت حادثة الإسراء لتخفيف ذلك الألم ورفع الأسى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتثبيت فؤاد الحبيب وتطمين قلبه الكريم عليه الصلاة والسلام ومن حكم الإسراء في هذا التوقيت أيضا ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه للتون خارج من حصار الشعب الذي مضى ذكره ليلة المجلس المنصر نحن من سنتين أو ثلاث سنوات في حصار ظالم ومقاطعة جائرة وجدوا فيها الجوع والأذى والمقاطعة حتى شق على أصحابه فأكلوا أوراق الشجر حتى تقرحت أشداقهم ووجدوا من ذلك ألما وصبرا عظيما ومن حكم ذلك التوقيت أيضا ما أعقب الخروج من حصار الشعب فيما مصيب به رسولنا عليه الصلاة والسلام من مصابين عظيمين متقاربين موت عمه أبي طالب ثم موت زوجه خديجة رضي الله عنها قيل كينك بينهما ثلاثة أيام وقيل عشرة أيام وقيل شهر أو ثلاثة أشهر فمهما كانت المدة قريبة فاجتمعت المآسي على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام زاد ذلك كله أم ذهب إلى الطائف فوجد الصدود والإعراض والتكذيم فشق عليه صلى الله عليه وسلم ذلك جدا لكنه ما جزع ولا استسلم ولا ترك الدعوة بل ظل ممتثرا أمر الله عز وجل لإخراج أمته من الظلمات إلى النور حرصا عليها ورأفة بها وشفقة عليها رجاء أن تكون أمته أحظى الأمم يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض وأن يكون أوفر الأنبياء عليهم السلام حظا بالاتباع والتصديق وقد أعطاه الله عز وجل ما أراد عليه الصلاة والسلام بصدق دعوته وعظيم صبره واحتماله جاءت حادثة الإسراء والمعراج في مثل هذه المرحلة من دعوته معالجة لتلك الوقائع وزيادة في تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك أن تعلم أنه بعد هذه الحادثة العجيبة التي عاد بها وقد رأى سدرة المنتهى بلغ مقاما ما بلغه قبل ملك مقرب ولا نبي مرسل لقي الأنبياء عليهم السلام من آدم عليه السلام إلى موسى وعيسى وهو يلقاه وهم يرحبون به وهم يذكرون له من الأوصاف ما يأنس به فؤاده عليه الصلاة والسلام كل ذلك تثبيت عظيم وتمكين لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعاد بعد ذلك ماضيا في طريق دعوته بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام مستبرا في جهاد عظيم ودعوة كريمة وحرص كان يخفق به فؤاده على أمته صلوات الله وسلامه عليه ثم عاد إلى رحلة الكفاح والدعوة والتبليغ مرة بعد مرة كما كان قبل حديثة الإسراء والمعراج فاستكفروا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أحسن الله إليكم قال رحمه الله فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة هكذا عاد من حديثة الإسراء والمعراج فاستأنف صلى الله عليه وآله وسلم مرحلة أخرى من الدعوة أقام يدعو القبائل إلى الله يعرض نفسه يبحث عن من يستجيب لدعوته أما مكة فما يعيس منها ولنفض عنها ظل مقيما بها نعم زال عنه الحامي زال عنه المؤوي المدافع عمه أبو طالب والتحقت زوجته خديجة رضي الله عنها بالرفيق الأعلى لك أن تقول ترك وحيدا يصارع هموم الدعوة وأعباءها وعنة قريش وصلفها لكنه ظل يدعو صلى الله عليه وسلم فلكم آت الله هذا القلب العظيم من صبر وثبات واحتماء ودأب وجهد وجهاد في سبيل تبريغ دعوة الإسلام ليبلغ هذا النور والوحي المبين إلى كل من أراد الله عز وجل له الهداية في تفاصيل أحداث السيرة المكية قصص عجيبة طواها المصنف اختصارا يلقى أفرادا ويلقى قبائل وجماعات فيتحدث مع هذا ومع أولئك يبحث عن كل باب يمكن أن يطرقه علّه أن يفتح فيجد قبولا لدعوته عليه الصلاة والسلام امتثانا لأمر الله جل جلاله حادثة الإسراء والمعراج كانت شأنا عظيما في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنال بها المراقي العلى وقد قال شوقي رحمه الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التقوا بسيدهم لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلمين صلى وراءك منه كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتممي جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية لجمي ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسمي مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهمي حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقى يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم يريد عليه الصلاة والسلام من يفتح له الباب ليستجيب قال ابن إسحاق دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة العاشرة للبعثة دخل من فين يعني من رجوعه من حصام من الطائف قال فدخل في جوال المطعم ابن عدي وذلك عندما رجع من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه وكان موسم الحج في ذلك العام قد اقترب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لدعوة قبائل العرب إلى الإسلام كما كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة في السنة الرابعة للبعثة واستمر على ذلك الأمر حتى آخر موسم للحج قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان كل ما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة يسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين ما بعثه الله به أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاب ومجنة وفي المواسم بميناء هذه أسواق العرب التي كانت تعقيدها في قدومها إلى موسم الحج بمكة يقدم عليهم مجامعهم في أسواق عكاب ومجنة قال وفي المواسم بميناء فيقول من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قال جابر حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك عن دينك وظل عليه الصلاة والسلام عاما بعد عام وسنة بعد سنة لا يلوي على شيء روى أبو داود وابن ماجا والتنمذي بسند صحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموقف يعني في موقف الحج أيام الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي تظن أنه في سعيه في القبائل ودعوته وفود الحجيج أنه كان عليه الصلاة والسلام يجد الترحاب والقبول والتهيئة لذلك بل ظل يصبر عليه الصلاة والسلام بل وكان عمه أبو لهب لا يزال يتبعه بالعداوة والتكذيب والأذى كان كلما مر على قوم يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام يتبعه عمه أبو لهب وراءه يرميه بالحجارة أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في الصحيح عن ربيعة بن عباد الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخلوا في فجاجها والناس متقصفون عليه يعني مجتمعون عليه ملتفون حوله قال فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابيء كاذب قلت من هذا قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة فقلت من هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو لهب هكذا كان عليه الصلاة والسلام أظننت أن الإسلام الذي بلغنا بلغ آباءنا وأجدادنا كان على يسر وسعة وراحة با لا والله بل هو الجهد والجهاد الذي بذله رسول الله عليه الصلاة والسلام لتعلموا والله الذي لا إله إلا هو أن له على أمته حقا عظيما لا تقدر الأمة على الوفاء به إنما حسبها أن تملأ قلبها حبا له وأن تتمسك بسنته استجابة وطاعة وأن تكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وأن تصدقه فيما جاء به أن تستنير بهداه وأن تعض على سيرته وسنته لتقدر عظيم ما بذل لقد كان عليه الصلاة والسلام أمينا وفيا حفيا بأمته فلا والله ما حقنا إلا أن نكون معه أمنا أو فيا حفيين بنبوته لنا ولأمتنا صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم من أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة أتدرون في موسم الحج بمكة عليه الصلاة والسلام إلى أين بلغ من القبائل؟ قال ابن سعد في طبقاته وأبو نعيم في الدلائل فكان من سمى لنا من القبائل التي أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عامر بن صعصع ومحارب بن خصفة وبن فزارة وغسان وبن مرة وبن حنيفة وبن سليم وبن عبس وبن نصر بن هواز وبن البكاء وكندة وكلب وبن الحارف وبن عذرة وهمدان وثقيف ما ترك قبيلة تأتي الموسم إلا أتاها عليه الصلاة والسلام أكان يبحث عن تجارة أو مصاهرة أو ربح دنيوي أو حاجة شخصية لا والله إنما يريد تبليغ رسالة الله عز وجل وأن يجد لدعوته قبولا وانتشارا لتبرأ ذمته وينقذ أمته صلى الله عليه وآله وسلم فطول مصنف رحمه الله كثيرا من تلك التفاصيل التي ذكرها فيما يتعلق بقبائل العرب التي أتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قال رحمه الله فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلم يستجب له قبيلة وذخر الله ذلك كرامة للأنصار هذا جملة لطيفة ورائعة جدا في كلام ابن القيم قال ذخر الله ذلك كرامة للأنصار لما صرفت القبائل فيما سمعت عن قبول دعوته ولم يستجب له إلا بضعة نفر من الأوس والخزر كما ستسمع بعد قليل في السنة الحادية عشرة ثم كانوا في السنة الثانية عشرة إثنى عشرة رجلا ثم كانوا في السنة الثالثة عشرة ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان كان ذلك من الله تهيئة لقوم اصطفاهم الله ليقبلوا دعوته ظل عشر سنوات في مكة وفي الطائف وعلى قبائل العرب في موسم الحج وهو يقول إن قريشا قد منعتني من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي قال المصنف وذخر الله ذلك كرامة للأنصار حتى استجابوا لدعوته فتعاقبت السنتان فكانت البيعة الأولى ثم الثانية ثم كانت الهجرة إلى المدينة هو النصرة للدين الذي كان على يدي أولئك الذين جاءوا فالتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فلما أراد الله إظهار دينه ونصر نبيه وإنجاز وعده وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منا في الموسم فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق هذا ما حصل وذاك كان في السنة الحادية عشر من البعثة قلنا مضت السنة العاشرة حدثت حادثة الإسراء والمعرانج فرضت الصلوات عاد عليه الصلاة والسلام واستمر يعمل ما كان يعمل عليه في دعوة مواسم العرب في الحج في السنة الحادية عشر والنبي عليه الصلاة والسلام ما يزال يعرض نفسه على القبائل فلما كان موسم الحج وأراد الله إظهار دينه خرج عليه الصلاة والسلام فبينما هو يتكلم كما كان شأنه في كل موسم فإذا هو عند العقبة التي هي موضع جمرة العقبة دقي رحطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا فقال عليه الصلاة والسلام من القوم؟ قالوا نفر من الخزرج قال من موالي اليهود؟ قالوا نعم قال أفل تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى فجلسوا معه عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن اليهود في المدينة كانوا معهم هناك وكانوا أهل كتاب كما تعلمون وأهل علم وكانت الأوس والخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان ولما يحصل بين اليهود في المدينة والأوس والخزرج شيء من الاقتتال والمشاحنة إذا كان بينهم شيء تقول لهم اليهود إن نبينا مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وثمود هذه الكلمات سمعها الأوس والخزرج كثيرا في المدينة وإذا هم اليوم بين يدي هذا النبي الذي تتوعدهم به اليهود ويتحدثون عنه وإذا هم بين يديه اليوم ويعرض عليهم الإسلام ويتل عليهم القرآن فوقع ذلك من نفوسهم موقعا فلما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك النفر ودعاهم إلى الإسلام وإلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله إنه لن نبي الذي تتوعدكم به يهود فلا تسبقكم إليه فأجابوه إليه فيما دعاهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام صدقوه وقبلوا منهما عرم وقالوا هؤلاء النفر من الخزرج وكانوا من عقلاء يثرب قالوا إن هؤلاء قد أنهكتهم الحرب ولا يزال لهيبها مستعر فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد قالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن الله يجمع بك عليه فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى المدينة وقد آمنوا وصدقوا واستجابوا وكان أول مسجد كما قال المصنف قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق كما ذكر أرباب السياء قال الحافظ بن حفتح زريق لتقديم الزاي مصغرا دلالة على تحديد المسجد وذكر القبيلة التي صلى فيها أو قرئ فيه القرآن هؤلاء الرهد ستة نفر من الخزرج ذكر عدد من أرباب السير أسماؤهم فمن بني النجار أسعد بن زرار وعوف بن الحارف ومن بني زريق رافع بن مالك العجلاني ومن بني سلمة قطبة بن عامر ومن بني حرام بن كعب عقبة بن عامر ومن بني عبيد بن عدي جابر بن عبد الله بن رئاب وهو غير جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله عنهم جميعا قيل كانوا ستة وقيل كانوا ثمانية منهم من ذكر بن إسحاق وزادوا عليهم غيرهم هكذا دخل الإسلام في قلوب أولئك الرهط الأوائل كانت هذه نواة انتقال الإسلام من مكة إلى المدينة الآن انتقل الإسلام بهؤلاء الستة أو الثمانية إلى المدينة بلغ القرآن هناك قرئ في مسجد بني زريق فما بقي بيت إلا ويتحدثون فيه عن نبي الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم قدم مكة في العام القابل اثنى عشر رجلا من الأنصار خمسة منهم من الستة الأولين فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقابة ثم انصرفوا إلى المدينة في أي عام هذا لا هذا في السنة الثانية عشرة من البعثة قبل الهجرة بسنة هذه بيعة العقبة الأولى هذا حادث مفصلي في تاريخ الإسلام وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أول خطوات الاتفاق والمعاهدة وما حصل كان توطئة للبيعة في العام التاني في بيعة العقبة الثانية كان العدد اثنى عشر رجلا من الأنصار نصفهم تقريبا كانوا الحاضرين في العام المنصر الذين استجابوا وآمنوا وصدقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام هنا تمت البيعة لكنها بيعة مختصرة موجزة لم تكن بيعة على الهجرة إليهم في المدينة ولا على نصرتهم إياه ولا على انتقاله إليهم كانت بيعة على الإيمان والتصديق قال المصنف بايعوه على بيعة النساء بيعة النساء المذكورة في سورة الممتحنة والمقصود بها بيعة صلح الحديبية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلين ولا يعصينك في معروف ستة بلود لهذه البيعة ليس المقصود أن بيعة النساء تمت هنا لكن المقصود أن بلود البيعة هي التي تمت مع النساء في صلح الحديبية لمشابهتها بها روى الشيخان في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا كان كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه قال فبايعناه على ذلك هذا الحديث في الصحيحين ليس صريحا بأنها كانت بيعة العقبة ولم يحدد لها مكان لكنها أقرب ما يكون إلى ما جاء في بيعة العقبة وعلى كل ففي الرواية الصحيحة أن بيعة العقبة الأولى إنما اجتملت على بنود الإيمان والتسليم والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق والولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه بنود بيعة العقبة الأولى ماذا لحقها لحقها انتشار أكبر للإسلام في المدينة وقيل عندها بعث مصعب رضي الله عنه هناك يدعو الناس إلى الإسلام فانتشر ولا بقي دار من دور الأنصار إلا دخله الإسلام فيؤمن أهل البيت كلهم أو جلهم لكنه ما بقي حي في الأنصار إلا وفيه من أسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم ما يزال بمكة ودعوته تنتشر هناك ودين الله يدخل البيوت وتعتنقه القلوب حتى كانت السنة التي تليها السنة الثالثة عشرة من البعثة وهي آخر سنوات الدعوة بمكة نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان هذا في أي سنة؟ الثالثة عشرة من البعثة نعم قال وهم أهل العقبة الأخيرة فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم ويرحل هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر نقيبا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة فخرجوا أرسالا متسللين أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم فوفش الإسلام بالمدينة بيعة العقبة الثانية كما يحكيها أحد قادة الأنصار كعب بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا إلى الحج مع حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا يعني أتوا في سياق حج فيهم مشركون لكنهم أسلموا في من بلغتهم الدعوة من حجاج بيعة العقبة الأولى قال رضي الله عنه ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة ثم ساق فقال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وكنا لا نعرفه لم نره قبل ذلك فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ قلنا لا والله قال تعرفان العباس بن عبد المطلب؟ عمه؟ قلنا نعم وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا فعرفوه من طريق التجارة ومروره عليهم بالمدينة قال فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس تركته معه الآن جالساً قال كعب فدخلنا المسجد كعب بن مالك قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس فسلمنا عليهما ثم جلسنا إليهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا عباس؟ قال نعم هذان الرجلان من الخزرج وكانت الأنصار إنما تدعى في ذلك الزمان أوسها وخزرجها تدعى بالخزرج قال هذا البراء بن معرور وهو رجل من رجال قومه وهذا كعب بن مالك عرفهم العباس وعرفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك قال كعب فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر قال كعب نعم يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن كعب بن مالك من شعاراء الأنصار فبلغه فلما سمي له قال الشاعر قال كعب والله ما أنساها شعر بفخر أنه بلغ خبره ويعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشأنه قال كعب وخرجنا إلى الحج فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة يعني عندما كان جمرة العقبة أوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وكنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان أحد النقباء قال كعب فنمنا تلك الليلة في قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل وهدأت الرجل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفينا تسلل القطى يعني لا يريدون أن يشعر بهم أحد ولا يسمع بخبرهم أحد قال حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون فيهم أربعون رجلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم وثلاثون شابا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني ماز وأسماء بنت عمر أم مني إحدى نساء بني سلمة رضي الله عنهم جميعا اجتمعت الأنصار بالشعب ينتظرون موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءهم ومعه العباس ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه هكذا في بعض الروايات وقيل بل كان مسلما يستخفي بإسلامه فلما حضر العباس أحب أن يحضر أمر ابن أخيه محمد بن عبد الله ليستوثق له في ذلك الموعد وذلك اللقاء وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سبقهم إلى موضع العقبة عند الشعب ومعه عمه العباس وكان أول من طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد القادمين من الأنصار رافع بن مالك رضي الله عنه فلما نظر العباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا أعرفهم هؤلاء أحداث يعني شباب صغار هو الآن متخوف على ابن أخيه والعباس يعرف كبراء يثرب من الأوس والخزرة فلما خرج الأوائل وطلائع المجموعة التي أقبلت قال هؤلاء لا أعرفهم يخشى أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ثم لا يجد ما ينتظره من النصرة والوعد والميثاق الغليم الذي يبحث له العباس لشأن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما تكامل المجلس واجتمعت الأعداد وبدأ الحديث لعقد البيعة كان أول المتكلمين العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بكل صراحة يبين لهم خطورة ما سيقبلون عليه من هذا الاتفاق وما سيواجهونه من أمر عظيم وهو ما يتحالفون له مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العباس يا معشر الخزرج وقلت لكم كانت العرب يسمون هذا الحي أوسها وخزرجها خزرجا قال يا معشر الخزرج إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم تروا أنكم وافون له بما وعدتموه ودعوتموه إليه ومانعون ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده قال كعب بن مالك رضي الله عنه قلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى علينا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام قال فأجبناه وصدقناه وآمنا به ورضينا قال ثم قال عليه الصلاة والسلام تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورفناها كابراً عن كابر فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهان والبراء يتكلم فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال يعني اليهود حبالاً وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم فقال البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك يا رسول الله نبايعك فكان البراء أول المجيبين وأول المبايعين ففاز بتلك المنقبة فتتابع الثلاثة والسبعون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومانع وبايع المرأتين بالكلام عليه الصلاة والسلام ثم كانت هذه خاتمة رحلة رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوته بمكة التي ما أعقبها بعد ذلك بأيام معدودات وأشهر محدودة إلا انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة في مطلع السنة التي بعدها لتنتهي ثلاث عشرة سنة من البعثة بمكة وتبدأ عشر سنوات في دعوته بالمدينة عليه الصلاة والسلام ولعل الحديث يستكمل مجلس جمعتنا القادمة إن شاء الله تعالى فاستكثروا ليلتكم وجمعتكم من صلاتكم على نبي الهدى والرحمة صاحب الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم أسرى بك الله حتى نلت منزلة رفيعة لم يصل يوما لها بشر وعدت تجلس بين الناس مؤتلقا نورا كأنك في أحداقهم قمر صلى عليك إله الكون ما بسمت سحابة وجرى من ثغرها مطر فاللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى والرحمة رسولك محمد بن عبد الله أسكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا إله بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا وأكرمنا يا رب بشفاعته وورود حوضه نحن وأزواجنا ووالدينا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين